السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم في درس جديد إذا كنتて 1 مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلك كل وذلك جديد البعض تابع القناة لكن quietet نسى ويفعل زر الجرس قبل ما تشاهد الفيديو انتبه على زر الاشتراك تأكد اننه امفعل زر الاشتراك وامفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتحدث في هذا الفيديو عن restaurant اذا المطعم وكل ما يتعلق بالمطعم كيف استخدم كلمات تعلق بمذاق الطعام وكيف استخدم ادوات التي تستخدمها في المطعم وكيف اطلب الفاتورة وكيف اتحدث مع ويتر وهكذا تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة التي يستخدمها في اللغة المحكية في اللغة الانجليزية عند دخولي الى المطعم اذا هذه الكلمات التعلق بالاطعمة fried sour mild spicy boiled sweet grilled salty fried مقلي sour حامض mild معتدل الحرارة يما يكون spicy معتدل الحرارة mild spicy حار أو لاذا في حرارة فلفل spicy boiled مسلوق sweet حلو grilled مشوي salty مالح اذا هاي دائما استخدمها قبل الطعام اللي اطلبه في المطعم استخدم احد هذه الصفات او مذاقات الطعام اللي التعلق بالواجبات نلفظهم مرة اخرى فريد ساور مال سبايسي بويل سويت غريل سالتي ايضا هذه الكلمات تخص الاكل والطعام ديزارت ساورة في بريكفست أطلاق مانيو مين كورس لانش ويتر ويترس ستارتر أبيتايزر برانش دينر ديزيرت حلويات بريكفست فطور مينيو قائمة طعام مين كورس الطبق الرئيسي أو الوجبة الرئيسية في هذا المطعم لانش غدا ويتر نادل أو القرصون ويترس نادلة أو العاملة في المطعم ويتر ويترس مقبلات يا ما أقول ستارتر أبيتايزر برانش افطار متأخر دينار وجبة أو الوجبة الرئيسية إذن وجبة الرئيسية ممكن بعض الأماكن بكل وجبة الرئيسية الغداء بعض الأماكن بكل وجبة الرئيسية هي العشاء إذن دينار ديزيرت بريكفست مينيو مين كورس لانش ويتر ويتر ويترس ويترس ستارتر أبيتايزر برانش دينار أيضا لدينا هذه الكلمات أستخدمها في المطعم سبون فورك بليت نايف تيشو نابكن تابل جلاس كب بول سبون ملعقة أريد أن نقول ملعقة شي تي سبون فقط قبل سبون أضع تي سبون ملعقة فورك شوكة بليت طبق نايف سكين طبعا الكين لا تلفظ عندما يكون عندنا كين إن الكين لا تلفظ عندنا كلمة نو أي نو يو أعرفك أيضا نايف لا نقول كنايف نايف تيشو أو تيشوز مناديل نابكن منديل المائدة تابل طاولة نريد أن نقول طاولة كبيرة بيج تابل سمول تابل غلاس كأس كب فنجان بول وعاء عميق أو بيكون عندنا زبدية سبون فورك بليت نايف تيشوز نابكن تابل غلاس كب بول بهذا الجزء من الفيديو نتكلم فيه كيف أسأل أين المطعم عبارات وأسئلة أستخدمها داخل المطعم Excuse me Where's the restaurant من فضلك لو سمحت Where's يعني Where is لكن دائما نستخدم المختصر Where's the restaurant أين المطعم أو أقول Excuse me Do you know Where the restaurant is من فضلك هل تعرف أين المطعم أو أين يكون المطعم ممكن تستخدم هذا السؤال أو هذا السؤال Excuse me Where's the restaurant Excuse me Do you know where the restaurant is ممكن أريد أن أسأل عن قائمة الطعم موجودة في المطعم The menu Please قائمة الطعم من فضلك أو أقول Can I have The menu Please أو تقول Can I get The menu Please Or Could you give us The menu Please أو بشكل مختصر خلص أستخدم The menu Please طبعا يعطينا المنو يسألني النادل Are you ready to order هل أنت جاهز لتطلب إذن order بمعنى يطلب ممكن تكون متجاهز Give us 2 minutes Please أعطينا دقيقتين من فضلك Give us 2 minutes Please ممكن 5 minutes 10 minutes As you like إذن As you like بمعنى كما تحب كما تود كما ترغب أو أنه I like to order now أحب أن أطلب الآن تطلب الطعام اللي تريده The menu Please Are you ready To order Give us 2 minutes Please I like to order now As you like عندنا تريد أن تطلب ممكن تقول I'll have meat with rice يعني سأتناول لحم و رز أو I'll have chicken I'll have fish وهكذا لكن أستخدم I'll have I'll have an orange juice I'll have Pepsi I'll have cola وهكذا I'll have an orange juice Can I have the bill please هل أمكاني أن أحصل الفاتورة مفضلك Can I have the check please إذن ممكن تقول bill أو استخدم check I'll have meat with rice I'll have an orange juice Can I have the bill please أيضا عندما أسأل ماذا تحب أو ماذا تريد شخص معاك مثلا What do you like to drink ماذا تود أو تحب أن تشرب What do you like to eat ماذا تحب أن تأكل ممكن تسأل هذا السؤال لكن طريقة أكثر تأدبا تستخدم بدل do تستخدم would تصبح نفس الجملة فقط استبدأ بدل do would What would you like to eat ماذا تود أو ترغب أن تأكل What would you like to drink ماذا تود أن تشرب عندما تريد أن تجيب I'd like إذن أود أو أرغب I'd like a cup of tea فنجان شاي I'd like a cup of coffee أريد فنجان قهوة I'd like a glass of water إذن كاس ماء وهكذا لحسب الطلب اللي ترغب فيه إذن استخدم I'd like وإثن السؤال What do you like to What would you like to دخلت المطعم فيه طاولة فقط لشخصين ممكن تسألوا A table for three people please طاولة ثلاث أشخاص من فضلك Or A table for four people please Or five people please وهكذا إذن ممكن تغير الطاولة أو تطلب طاولة يكون أكبر أو أصغر Can I sit here هل ممكن أن أجلس هنا Can I sit there هل ممكن أن أجلس هناك أو تستخدم إذا كان مجموعة Can we sit here هل ممكن أن أجلس هنا Can we sit there أيضا ممكن يكون restaurant مطعم self service restaurant يعني مطعم ذات الخدمة يعني الشخص يخدم نفسه بنفسه سمي self service restaurant Can I have a table إذن نبدأ ب Can I have هل ممكن هل ممكن يحصل A table for three people please Can I sit here there a self service restaurant We went out to a restaurant to celebrate يعني خرجنا نعرف go يذهب go out يخرج went out خرج to a restaurant لمطعم to celebrate celebrate بمعنى يحتفل We went out to a restaurant to celebrate إذن خرجنا لمطعم لنحتفل We had a meal in a restaurant تناول وجبة في مطعم نعرف have يأكل had أكل have ننتبه معنى يملك وأيضا يتناول أو يأكل وأيضا يشرب مثلا I have an apple every day إذن أأكل تفاحة كل يوم I have a glass of tea every day أشرف نجان شيء كل يوم I have a car لدي سيارة أو أملك سيارة إذن have يملك يشرب يتناول We had a meal in a restaurant إذن تناولنا وجبة في مطعم بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كلمات استخدمها لوصف الأطعمة وأيضا استخدمنا كلمات استخدمها داخل المطعم وعبارات وجمل وأسئلة وأجوبة عن المطعم وكيف استخدم هذه الكلمات في المطعم بشكل صحيح أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته